حتى سيدة هارتكاسل مشرك بحبها أو علاقتها بحاستنغ لكن من حصل الحظ كونستانس توني لا يغب بالزواج منها أكثر واحد من يحب الثاني ولا يريد الثاني تغير المشهد للبار توني كان يشرب مع مجموعة من رجال من الطبقة الدنيا من المجتمع الطبقة الفقيرة المشهد للبار يقولون أن مجموعة من المشهدين مالك هذا البار أخبرهم هناك الرجلان يعني يبسون عالمودة وعنيقين مجموعة من المشهدين وهم وصلوا للبار ويبحثون عن منزل سيد هارتكاسل توني لايز دي مست بي مارلو عن عن دي سايد ترك مارلو عن تبليف ان هارتكاسل حوز از ان ان لاحظ توني انه هذا هو مارلو وقرر يخدعه شنو الخدعه راح يسويه النصب عليه شلون يخلي يعتقد انه منزل سيد هارتكاسل هو خان يعني خان مع المبيت وأكل وشرب أجلك والله أكتو يبدى الجزء الثاني المسرحية بيجانسه مع هارتكاسل تحاول بيجانسه سيد هارتكاسل كان يدي علم خدمة كونش تصرفون مع طلابنا مع ضيوفه بعد ذلك مارلو عن هارتكاسل أتوى تبليف ان ان وصلوا للمنزل وكانوا اعتقدون انه هو خان هارتكاسل انتنا تحاول انتنا تتسلمه وعنه يحاول يكون لطيف وياهم مهدب ويسووا يتكلموا يياهم عن رحلتهم ولكن هما الجهلوا أعتقدوا أنه هو مالكي خان هارت كاسل يتكلم عن رحلتهم وكان مصدوم من تعاملهم غير مهدب مالو يتكلم عن رحلتهم مالو كان مصر على أنه يدلو طريقة غرفة نومة مستر هارت كاسل أكمبينهم أفقا سيد هارت كاسل غرفة عندما كان هارتين وحيدا دخلت كونستان حبيبته بعدما شافت أنه هارتين يعتقد أنه هو بخان وعرفت أنه يخذها من توني نصبه من توني عليهم هارتين يقول أنه يجب أن يجب أن يتكلم مالو مالكي لهم وقرروا واتفقوا أنه يبقون على نصبه على المعلوم يخبروا بالحقيقة لأنه سيجب أن يتكلم ورحل ويجب أن يتكلم عن رحلة ليش لأنه إذا عرف الحقيقة سيكون محرج ويغادر على الفق حاستين أرجس كونستان تأذوب بهم وحاستين تفق معا كونستان تشريد وياه بس هي رأتين تلوز هارتين ولكن دجولز ويا كانت مترددين أنه تخاف تخسر مجاوهراتها ويجب أن تتكلم إذا حصلت إذن عمتها فقط تقدد توردهن إذا حصلت إذن عمتها وقعدت أن تتكلم إذا حصلت منك حلها تتكلم إذا كانت لجول فرسكت جوافة وراح تشريد وياه ويزوجه ماللاء تتكلمون أن هاركسل وان سيجب أن تجارهه حاستين تقول ماللاء بإمكان يوجد كونستان كونستانس كين ستبقى كايت كان مارلو يشتكي أنه مستر هارتكاسل ميعيفة ولكن كون هستن أخبره هناك أنه كونستنس وقريبتها كايت موجودات في خان مارلو أصابه الذعر والقلق والجمد المكان كايت انتران تحاول مارلو في التحدث حاول كايت تتحدث وياه ولكن كونستنس وقريبت كايت ومارلو أصابه مارلو كان كل شيء يعني طلابنا متردد ومتوتر تكملزه سنتنس أو حتى ترى كايت's face كان مي يكمل جمع الولاي حتي يقدر يباوى في وجه كايت كايت ends the conversation abruptly أكبر محادثة أخرى Before exiting the stage كايت reflects to herself that if he weren't so shy she would be interested in him كايت أني إذا لو مي يكون هكذا يخجون لن سوف أكون مهتمة بي توني و كونستنس انتر followed by Haaston and Mr. Hartcastle دخل توني برفقة سيدة Hartcastle و هاستن و كونستنس ميك اشو فليرتين و توني و كونستنس كان تتعي انه تتغذب توني سيدة Hartcastle حتى أمام سيدة Hartcastle حتى توقف محاولات تزوجهم حتى توقف محاولات تزوجهم Haaston chat with Mr. Hartcastle point out Constance and Tony saying they are betrothed سيدة Hartcastle أخبرت هاستن أنه توني و كونستنس يعني سوف يتزوجون توني objects to this loudly هل تشت توني على هذا الشيء بصوت عالي هاستن tell Mrs. Hartcastle that they will try to talk some sense into tony يعني راح يتحدثو مياه حتى يعقلوا عن كونستنس and Mrs. Hartcastle أخبر هاستن لحقيقة توني قال أنا أحب كونستنس ويدشرج وياه ونزوج توني is thrilled and promised to help the couple any way he can كان متحمس لهذه فكرة و أخبرهم طلابنا أنه مستعد يساعدهم في حوات المحرم Act 3 يبدأ begins with Hartcastle and Cage combining their weight of different impressions of Marlowe كان سيد Hartcastle قال مع بنته طبعات من أولى عن Marlowe he expresses the shock of Marlowe's boldness while she finds him shy يعني هي قلت لهو خجور هو يقله لا كلش جريء Kate convinced her father that they should give Marlowe another chance to see whether his true character تفقوا عن طفرصة ثانية حتى يشوفون شخصيته الحقيقية توني present Hastings with a box of containing Constance Jewel طبعاً توني جايب حاستنج صندوق مجوهرات Constance which he stole from his mother drawers اللي سرقة من فاتحة أو جرارة والدته Constance and Mrs. Hartcastle enter and Hastings exit Constance tried to convince her aunt to let her try on her jewels قالت العامة أنه طيني المجوهرات حتى ألبسهم but Mrs. Hartcastle will not relent يعني ما كان تدعني هذا الشيء توني سجلت ذات Mrs. Hartcastle tells Constance the jewels are missing توني أخبر وقالتا قلية لها إنه مجوهرات ضاعت وشي جز أبسطين Constance ديب و هي قلت إنه مجوهرات ضاعت Constance كانت حزينة جداً توني reassures Constance privately تانها ذات he gave her jewels to Hastings قلية لتخافي توني هذا يقول لـ Constance إنه يابس خافي مجوهراتك أصبحت معا حاستن who is preparing for their erupement ولي حذر للحربهم ومسس Hartcastle has discovered the jewels are missing بينما اكتشفت سيدة Hartcastle إنه المجوهرات مفقودة توني تزيزتها مدرسة 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 كايت انترس كمبان بها مدرسة بمبو وانترسة مدرسة 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 مثل ما يفضل وارده مازحهم مدرسة مدرسة مجددا بمبو يقول ان مارلو يعتقد ملابسة القديمة انه نادلة كايت says she will take an advantage mistake which will enable him to talk with her without such shyness قاعد هاي فرصتي حتى تحدثو اياه بدون خجل وشوف شخصيتي حقيقية هنا طلابنا speaks to Marlow on accent of lower class women بدت تحدثو اياه يعني بله جمال امرأة من طبق الدنيا ومجتمع Marlow finds her beautiful and immediately begins to flirt with her يعني كان طلابنا بيجاي غازل وياها he tries to kiss her وحاول يقبلها but Hardcastle walks into the room and sees them said Hardcastle دخل وشافهم Marlow flees the room and Hardcastle tells Kate that he's determined to throw out Marlow of the house قال هانا حطر دميت بيت على تصرفات هذه كايت برسود her father to give him time to prove that Marlow is not what he seems كايت لطيف وصا لأن هو مو مثل ما أنت شوف فرسود موثشة فرسود